موسيقى السادسة تماما اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام الى موجز لاهم الانباء اقرى مجلس الوزراء موزنة ما تبقى من عام 2020 وفق ما اعلنه المتحدث باسم رئيس الحكومة احمد مولا طلال وقال في بيان مقتضب انه لاجل تنظيم عملية الانفاق وتأمين النفقات الضرورية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية والتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020 ويرسلها الى مجلس النواب اكد وزير الخارجية فؤاد حسين انه سيزور باريس لتحديد موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم لفرنسا وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الالماني في برلين ان الحكومة الفرنسية تؤيد حماية سيادة العراق مضيفا سنذهب الى باريس لتحديد موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم الى فرنسا استقبل مستشار الامن الوطني قاسم الاعرج بمكتبه السفير السعودي في بغداد عبدالعزيز الشمري واجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاخوية بين العراق والمملكة العربية السعودية والعمل على تعزيزها في المجالات كافة واشر الاعرج الى ان العراق يسعى الى تعزيز وتطوير علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي والدولي بما يخدم شعوب المنطقة والعالم ويثبت دعائم الامن والاستقرار من جانبه اكد السفير السعودي ان المملكة تسعى الى تطوير العلاقات مع العراق في المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا استعداد المملكة للتعاون مع العراق في مجالات النفط والطاقة والاقتصاد الى جانب العمل على فتح القنوات الامنية بين البلدين وفي ختام اللقاء اشهد الاعرج بدور المملكة ومواقفها مؤكدا سعي العراق الى فتح افاق جديدة من التعاون المشترك مع المملكة كشف النائب السابق مشعان الجبوري عن محاولات ما اسماه بزعيم عصابة لتدوير الاسماء المرشحة لمنصب ادارة مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين وقال الجبوري في تغريدة على تويتر اراهنوا ان رئيس مجلس مفوضية الانتخابات لن تنطلي عليه محاولات احد الاعضاء تدوير الاسماء المرشحة من قبل زعيم عصابة التزوير والفساد في صلاح الدين لتولي ادارة مكتب المفوضية في المحافظة ورؤساء اقسامه بعد ان تعهد لها الزعيم باعادة زوجها المعزول بسبب الفساد الى منصبه في وزارة الدفاع تستمر جهود انشاء ملعب الموصل الولمبي سعة 30 الف متفرج مع فندق اربعة نجوم سعة 75 غرفة من قبل احد الشركات التركية بالتعاون مع شركة عراقية وقال المشرف على المشروع المهندس هاشم شهاب ان مساحة الملعب تسع دنم مشيرا الى انه يجري العمل على انشاء الملعب التدريبي سعة 2000 متفرج واكد شهاب ان مدة العمل في المشروع محددة بتسعمائة يوم لافتان الى وجود تأخير في التنفيذ نتيجة تأثيرة فيروس كورونا تشتهر منطقة المياسة في الموصل القديم بانتشار الكنائس فيها ككنيسة ماسكانتا والساعة وغيرها من الكنائس التي تعد من اقدم الكنائس في الموصل والعراق الا انها لا تزال تعاني الدمار والاهمال الحكومي كاميرا الموصلية التقت بالمواطنين الذين انتقدوا غياب الجهود الحكومية عن اعمار هذه الكنائس مشيرين الى اهميتها في تعزيز الاستقرار وتشجيع المسيحيين على العودة الى مناطقهم ومنازلهم فضلا عن ضرورة اعمارها كونها رمزا لتاريخ وحضارة الموصل منشدين المعنيين بالاسراع باعمار الكنائس دعما للاستقرار في المنطقة ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان بعثتها وصلت الى لبنان لتبدأ اليوم الاثنين عملها على مساعدة السلطات في تقديم مخاطر الاشعاع بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ابل ماضي قال المدير العام للوكالة الطاقة الذرية رفايل جروسي اتخذت الوكالة بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الشهر الماضي اجراءات سريعة لمساعدة البلاد في الاستجابة لاحتياجاتها الفورية اكد جروسي ان الوكالة خاضت عملا مشتركا مع السلطات اللبنانية لتقدير حجم الاضرار التي تعرض لها قطاع الصحة والبنية التحتية لبيروت جراء الانفجار ثمنت مبعوثة الامم المتحدة في ليبيا بالانابة ستيفاني ويليامز جهود عملية ايريني الاوروبية لحظر الاسلحة في تعزيز قرار حظر الاسلحة في ليبيا يأتي ذلك عقب اربعة ايام على توقيف القوات البحرية التابعة لعملية ايريني سفينة الاماراتية تحمل وقود طائرات لدعم خليفة حفتر رحبت ويليامز بالجهود الاخيرة لتطبيق حظر الاسلحة في ليبيا وذلك خلال لقائها مع قائد العملية البحرية الاوروبية الاميرال اغوستيني وفق تغريدة نشرها حساب البعثة الاممية للدعم في ليبيا عبر موقع تويتر كما ذكرت بالتزامات المشاركين في مؤتمر برلين باحترام قرارات مجلس الامن اعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس استعداده للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في حال تم خفض التوتر بين البلدين جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى هيليكسبو بمدينة سيلانيك اليونانية واعتبر ميتسوتاكيس عودة سفنة تنقيب الرئيسية التركية اوروتش ريس الى انطاليا بانها خطوة ايجابية وانهم مستعدون للدخول في المحادثات الاستكشافية مع تركيا توقعت منظمة صحة العالمية اليوم الاثنين ان القارة الاوروبية ستشهد شهرين اكثر قسوة مع جائحة كورونا جاء ذلك في تصريحات للمدير الاقليمي للمنظمة في اوروبا هانز هنري كلوك حيث توقع ارتفاع عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا في اوروبا خلال شهري اكتوبر ونوفمبر المقبلين مضيفا ان مواجهة الوباء في هذين الشهرين ستكون اكثر صعوبة وتشير تصريحات جلوك وغيرها من الدراسات الى ان موجة ثانية من فيروس كورونا ستضرب اوروبا مع اقتراب حلول فصل الشتاء ختام الموجز مشاهدين الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة والى اللقاء موسيقى